حياكم الله متابعي مطبخ لالد اليوم إن شاء الله شاقدم لكم من مطبخي الكبسة السعودية شاقدمها اليوم باللحم شاظيف عليها الكوسة والبطاط مكوناتها قليلة وطريقتها سهلة وطعمها جدا مميز هذها الوصفة خاصة لمحبي كبسات اللحم تعالوا معايا على طول نبدأ بالوصفة إذا عجبتكم قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد نقول بسم الله وفي البداية حنضيف الزيت وعليها البهارات الصحيحة تعتبر البهارات الصحيحة مهمة في الكبسة وتحمصها في الزيت بيعزز ويقوي النكهة نستخدم ورق الغار والقرفة والفلفل الأسود الحب والهيل وكمان القرنفل والكمون والكزبرة كلها حتكون حب مش مطحونة نقلبها قليل مع الزيت وانتبهوا إنها تنحرك لأنها بعدها حتخرب نكهة الكبسة بس مجرد تقليب بسيط وبعدين نضيف اللحم نقلب اللحم على سبيأخذ نكهة البهارات وطعمها وكمان يتحمر ويأخذ هذا اللون الذهبي البسيط بهذه الطريقة حتختفي نكهة الزفر وحيكون طعم اللحم لذيذ جدا وما بش فيه أي نكهة غير مرغوبة وبعدين نضيف عليها البصل استخدمت حبة بصل كبيرة مقطعة إلى مربعات نقلب البصل شوية لما يبدأ يتحمر وبعدين نضيف الثوم استخدمت تقريبا أربع حبات ثوم مهروس نستمر بالتقليب لما يتحمر البصل ويتطلع ريحة الثوم وبعدين نضيف ملعقتين كبيرة من معجون الطماطم نقلب معجون الطماطم لما يتوزع وكمان يتحمس كويس ونضيف ملعقتين كبيرة من البهارات الكبسة السعودية ممكن تستخدموا البهارات الجاهزة المخلوطة وممكن تستخدموا تشكيلا من الكمون والكركم والفلفل الأسود والكزبرة وكمان اللومي المطحون ونقلب البهارات في هذه الكبسة التقليب أو ما نسميها الحشوشة ضروري عشان اللحم يتحمر ويتقلقل لما يوصل لهذا المرحلة شوفوا كيف ما شاء الله شكل اللحم بعد التقليب لازم توصلوا لهذا المرحلة من التقليب عشان تطلع معكم الكبسة مضبوطة والآن هنضيف الماء الساخن نغمر اللحم بالماء الساخن أو المغلي ونتأكد من كميته لأن هذا المرقة هنطبخ فيها الرز نترك اللحم على النار لما ينضج نص نضاج وممكن كمان تستخدموا قدر الضغط في هذا المرحلة وفي نص وقت النضاج أو الاستواء هنفتح علي اللحم ونضيف البطاط والكوسة إذا ما تحبوش إضافة الكوسة والبطاط اتركوا اللحم لما ينضج تماماً إضافة الكوسة في هذا الكبسة بتدي دعم جداً لذيذ ومميز وانضيف الملح حسب حاجة اللحم والخضار اللي أضفناها للتوضيح أنا دائماً أستخدم ملح الهملايا ودائماً تسألوني عن هذا الملح يعتبر بديل صحي عن الملح البحري الأبيض العادي لأنه بيكون معزز ببعض المعادن نغضي على القدر ونخلي اللحم والبطاط والكوسة لما ينضج قبل ما نضيف الرز لازم نتأكد من مستوى المرق إذا قلت عندنا المرقة ضيفوا لها ما ساخن ونتأكد كمان من مستوى نضاج اللحم والبطاط والكوسة وبعدين نضيف الرز استخدمت كوبين الرز مغسل ومنقوع في هذا الكبسة هنضيف الرز بدون ما نسلقه نصف استواء هيكون مغسل ومنقوع فقط وطبعاً نضيف الملح حسب حاجة الرز في نقطة لازم أنبهكم عليها عشان تطلع معاكم الكبسة الناضجة ومستوي كلها ويكون اللحم محافظة على شكله والرز نتريك لازم يكون نضاج اللحم والخضروات تقريباً 80% عشان يكملين استوائهن مع الرز لأنه إذا أضفنا الرز واللحم والخضروات مستوي مئة بالمئة حيتفتت اللحم وكمان الخضار حتنهري وتنضج زيادة وتكون الكبسة معجنة إذا نضجت عليكم اللحمة وكمان الخضار تماماً اسلق الرز نصف استواء وقللوا من كمية المرق وضيفوا الرز وتركوه على البخار يكمل استواءه نترك القدر مفتوح لما يفور الرز أو يخف مستوى المرق وتبين حبات الرز في هذا المرحلة نغطي على القدر تماماً وممكن نستخدم ورق الألمانيوم عشان نحافظ على بخار الرز ونترك الكبسة على نار هادئة جداً لمدة من 35 إلى 40 دكيقة لما تنضج تماماً أنا كتمت الرز بالألمانيوم عشان أحافظ على بخار الرز وهكذا بتكون ألذ كبسة جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن الرز نثري وحبات الرز مفتحة وناضجة وكمان محافظة على شكله أي نوع حتستخدمه من الرز إذا طبقتوا هذا الطريقة حيتلع معاكم ناجح ولذيذ ودائماً ادي لكم هذا الملاحظة إنه قبل ما نقدم الرز لازم نتركه مفتوح تقريباً 5 دقائق عشان يخف منها الرطوبة ويكون نثري أكثر نقدم الكبسة في صحن واسع وشوفوا ما شاء الله كيف الكبسة جداً مشاهية هذه هي الكبسة السعودية بطريقة أضفت لها بعض الإضافات وبعض اللمسات الخفيفة إن شاء الله إنها نالت إعجابكم واتطبقوها وتعجبكم شاركوا الوصفة أصدقاءكم عشان يجربوا هذه الكبسة وفي أمان الله شاركوا الوصفة أصدقاءكم شاركوا الوصفة أصدقاءكم شاركوا البروزة